قدرتك عن الوالد رحمة الله عليه عندما مرضى وذهب إلى مصر لو تقص علينا أيضا فضلة الشيخ نعم نعم يعني كنا أخذناه إلى مصر للعلاج وكان في حالة إغماء ومن العجيب أنه في حالة إغماء مش موجود غيبوبة غيبوبة وتقرأ أقرأ القرآن عنده فياتي عندي خطأ أو كذا أو حتى في الرواية ليس صحيح لي يا سبحانه الملك ولما استيقظ من غيبوبته بعد يمكن سنة أو أكثر كان في غيبوبة واستيقظ وشفاه الله سبحان الله وعافاه الله ولا نحسبها إلا كرامة القرآن والله الذي لا إله إله الطباء في مصر قال لكم لا فائد الطباء والله يضحك عليها دكتور المصري قال لي أنت قيبوا هنا عشان تدفنوا عند سيدنا الحسين ولا إيه قال ليها سبحان الله قال لي أنت جايبه ميت أسبوع أو أسبوعين وخلاص الحق به بالطيارة واخذناه والأطباء كان في الصومل والأطباء في الصومل أيضا قالوا هكذا نفس الكلام ويكون في غيبوبة لمدة سنة ويشفيه الله من كل الأمراض التي كانت عندها كأن لم يكن به ويعيش بعدها يمكن سبعة أو ثمان سنوات سبحان الله المهم القصة هنا أن بعد سنة أو أكثر من غيبوبته لما رجع إلى حاله لا يغيب عنه حرف من كلام الله ولا حتى الروايات ولا حتى القرآن سبحان الله فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن من صاحب القرآن والد رحمة الله عليه كان ورده اليومي مش في رمضان ورده اليومي كان عشر أجزاء يختم في كل ثلاثة أيام وأنا لما رجعت إلى السومال في إجازة وأنا كنت في الأزهر وسألني كم تختم فقلت سبعة أيام فنهرني كنت أظن أنه سيفرحك قال سبعة أيام ما شعندك أنت أولاد ولا زوجة ولا أيام يا إله إلا الله قال تفهم هذا الكلام تمر بك كل آية في الأسبوع مرة واحدة مرة واحدة يا سبحان الله فأهل القرآن كرمهم الله